واتضت حركة الإصلاح البيني أقدامها في إنجلترا منذ أن انفصل الملك هنري الثامن عن كنيسة روما في القرن السادس عشر حيث لعب الخلاف بينه وبين كنيسة روما حول طلبه الموافقة على طلاق زوجته دورا رئيسيا في انتشار البروت استمتية في إنجلترا مما دفع الملك هنري إلى إصدار أمره الملكي سنة 1538 إلى كنائس إنجلترا بإنهاء الوصاية الكهنوتية على الكتاب المقدس وتفسيره وتمكين كل فرد من المؤمنين من الاطلاع على نصوص الأسفار المقدسة وتفسيرها التفسير الذي يمليه عليه عقله وضميره كما ساهمت طموحات الطبقة الرأس مالية الناشئة في حدوث هذا الانفصال حيث كانت تجار الأثرياء كارهين لسطوة الكنيسة الكاثوليكية وقيودها على التجارة والمعاملات المالية وبخاصة فيما يتعلق بمسألة الفوائد على رؤوس الأموال حيث كانوا ضائقين بما رأوه تدخلا غير مشروع من جانب بيروقراطية كهنوتية أجنبية في أنشطتهم التجارية ومعاملاتهم المالية ومتضررين مما كانت تفرضه على تلك الأنشطة من ضرائد فكان دعمهم وترحيبهم بحركة الإصلاح الديني للتخلص من نفوذ الكنيسة الكاثوليكية وعلى المستوى الديني شهدت نهاية الحرب الأهلية ظهور محاولة البيوريتانيين أصحاب المذهب الطهراني في الاستفادة من التسوية الثورية لغرض استكمال الإصلاح الديني وإقامة مؤسسة دينية جديدة تستند إلى البروتستانتية الربانية وتستبعد الكاثوليك من الجسم السياسي البريطاني حيث تم ذلك عند الإطاحة بالملك جيمس الثاني الكاثوليكي المذهب وما تبع ذلك من وضع لائحة الحقوق عام 1688 ووضع الإطار الديني الذي توج في فترة لاحقة بإقرار التسامح الديني التام بين جميع المذاهب هذه الأمور وغيرها أدت إلى توطيد البروتستانتية أقدامها في بريطانيا مما انعكس بصورة مباشرة على الموقف من اليهود بين عدد من المسيحيين البروتستانت حركة تدعى حركة العودة وهي حركة منطلقة من إيمان المسيحيين بعودة اليهود إلى فلسطين وقد اعتقد رواد هذه الحركة أن على العالم أن يساعد اليهود في استعادة فلسطين وسيتضح أن مشكلة هؤلاء الرئيسية لم تكن في إقناع العالم بل في إقناع اليهود أنفسهم وقد أسس هذه الحركة عالم اللهوتي تومس بريتما حيث لاقت دعوته آذانا صاغية من الكثير من رجال الدولة الكبار أمثال القاضي وعضو البرلمان هيناري فنش الذي أصدر أول كتاب عن الصهيونية في لندن في سنة 1628 وقد كان فنش من المؤمنين بفكرة العصر الألفي السعيد والتي تعمي عودة المسيح المنتظر الذي سيقيم مملكة الرب في الأرض والتي ستدوم ألف عام ولا بد من عودة اليهود إلى أرض فلسطين كمقدمة لذلك ثم وصلت حركة الإصلاح الديني إلى ذروتها في إندلترا في القرن السابع عشر في عهد ما يسمى بالثورة البيوريتانية عندما تولى ألفات كاروميل السلطة وأعلن الجمهورية والحركة البيوريتانية حركة تدعي التطهر وظهرت وانتشرت في القرنين السابس عشر والسابع عشر الميلاديين وهي الحركة التي حولت الأفكار والمبادئ الدينية المتعلقة باليهود إلى عقيدة سياسية ومن أهم أفكارها فكرة وجود الشعب اليهودي وفكرة عودة الشعب اليهودي إلى فلسطين وفكرة استيطانه وسيادته في فلسطين ففي عهد البيوريتاريين ازداد الاهتمام بالعهد القديم بشكل كبير وأصبح كتابهم الوحيد الذي يستمدون منه فلسفتهم وأفكارهم ومعتقداتهم وطريقة سلوكهم كما ازداد في عهدهم الاهتمام باللغة العبرية بشكل كبير جدا حتى جعلها بعضهم اللغة الوحيدة للصلاة وتلاوة الكتاب المقدس واقترح بعضهم أن يتضمن منهج التعليم العام في المدارس دراسة العبرية وظهرت لديهم نسعة التخالي عن المبادئ الخلقية المسيحية واستعادوا عنها بالعادات والأخلاق اليهودية بل إن إحدى مجموعاتهم المتطرفة دعت الحكومة الإنجليزية لإعلان التوراة دستورا للقانون وذهب البعض إلى أبعد من ذلك فاعتنق اليهودية أما الذين بقوا على مسيحيتهم فقد أخذوا ينظرون بعطف متزايد إلى أولئك الذين أطلقوا عليهم اسم شعب الرب القديم وقد انتشرت الحركة البريطانية بمبادئها وأفكارها خارج بريطانيا وكان نشاطها الطويل نواة للاهتمام البريطاني بالمسألة اليهودية كان من نتائج انتشار البروتستنتية في إنجلترا ظهور حركة منظمة تنادي بإعادة اليهود إلى فلسطين ففي عام 1649 قام اثنان من الإنجليز المقيمين في أمستردام برفع عريضة إلى حكومتهم يطلبون فيها بذل جهد مشترك مع هولندا لتوطين اليهود في فلسطين حيث جاء في العريضة ستكون هذه الأمة الإنجليزية مع سكان هولندا أول الناس وأكثرهم استعدادا لنقل أبناء إسرائيل إلى الأرض التي وعد بها أجدادهم إبراهيم وإسحق ويعقوق كإرث باق أبدا ولم تكن هذه الأفكار سائدة في إنجلترا وحدها في هذه الفترة بل إنها امتدت إلى المناطق الأخرى من أوروبا والتي أصبحت البروتستانتية راسخة الأقدام فيها مثل هولندا والدنمارك ومجموعة الدول الإسكندنافية ولكن بالرغم من أن هذه الأفكار كانت تخبو من حين لآخر ولاق الكثير من المؤمنين بها الإصدراء والتعذيب إلا أن الكتابات الكثيرة التي روجت لهذه الأفكار ساعدت على تعزيز فكرة العودة اليهودية إلى فلسطين تأثر كثير من الأدباء والفنانين بأفكار وأسطير العهد القديم وأصبح مصدر إلهام لكثير منهم فقد فسحت الأجواء البروتستانتية المجال واسعا أمام اليهودية لدخول عالم الفن والأدد وما عادت أهمية التوراة تنحصر في كونها كتابا دينيا إذ أضحت مرجعا لتعليم الأخلاق وهكذا انطلقت اليهودية مع عصر النهضة لتصبح ركنا أساسيا في الفكر الأوروبي الحديث ومصدر إلهام للشعراء الغرب وأدبائه واليوم تضم أكبر متاح في الدنيا اللوحات الزيتية للفنانين المسيحيين البروتستانت الذين خلدوا مرحلة وهج الإصلاح الديني برسمهم حكايات وأنبياء التوراة عوضا عن القدسين ويحتل رنبرندة الرسام الهولندي البروتستانتي مكان الصدارة في بعث المشاهد الإسرائيلية القديمة وشخصياتها فقد استلهم رنبرندة التوراة عندما رسم العديد من اللوحات لإبراهيم ويعقوب وشأول وشمشون وداود كما إنه استلهم الحياة اليهودية المعاصرة فرسم عروسا يهودية ولوحة ليهودي طاعن في السن أما في مجال الأدب فقد أصبح أنبياء اليهودي يحتلون بالتدريج مكانة الأبطال اليونانيين الكلاسيكيين في عالم الأدب الغربي كما شاعت شخصيات العهد القديم في الأعمال الأدبية حتى أن بعض هذه الأعمال حملت أسماء بعض شخصيات العهد القديم مثل أسطر وناتان الحكيم بالإضافة إلى ذلك ظهر بعض الفلاسفة والعلماء من المؤمنين بضرورة عودة اليهود إلى أرض فلسطين فقد جاء في كتاب تعليقات على رسائل القديس بولس الذي كتبه الفيلسوف الإنجليزي جون لوك إن الرب قادر على جمع اليهود في كيان واحد وجعلهم في وضع مزدهر في وطنهم كما أن إسحاق نيوت مقتشف قانون الجاذبية في كتابه ملاحظات على نبوآت دانيال ورؤيا القديس جون توصل إلى أن اليهود سيعودون إلى وطنهم وحاول أن يضع جدولاً زمنياً للأحداث التي ستفضي لذلك وتوقع تدخل قوة أرضية من أجل إعادة اليهود المشتتين وكان جوزيف براستلي مقتشف الأكسجين شديد الإيمان بعودة اليهود إلى فلسطين بشرط تحولهم إلى المسيحية حيث كان هذا الرأي السائد بين البروتستانت وهكذا فقد كان القرن السابع عشر هو العصر الذهبي لانتشار الأفكار الدينية المتعلقة بعودة اليهود إلى فلسطين شهد القرن الثامن عشر فترة عدم استقرار في أوروبا بسبب كثرة الحروب وما تبعها من ثورات حيث بدأ يظهر تغير في مضمين الأفكار المتعلقة بعودة اليهود إلى فلسطين فبعد أن كانت هذه الأفكار تحمل الطابع الديني البحث تسربت إليها الأفكار السياسية حيث أصبح للقوى الأرضية دور يجب عليها أن تقوم به لكي تعيد اليهود إلى فلسطين هذا التدخل الذي كان مرفوضا قبل ذلك حتى من اليهود أنفسهم الذين كانوا يرون أن عودتهم إلى أرض فلسطين لا بد وأن تتم بتدخل قوة إلهية وربما كانت جماعة حراس المعبد من الجماعات القليلة التي بقيت محافظة على هذه العقيدة حيث ترى هذه الجماعة أن دولة إسرائيل هي ثمرة الغطرسة الآثمة للكافرين العلمانيين من أتباع الحركة الصهيونية الذين تحدوا مشيئة الرب بإنشاء الدولة دون انتظار تدخله على شكل معجزة وظهور المسيح المخلص الذي يعتبر في نظرهم الوحيد القادر على إقامة دولة إسرائيل لتكون مملكة للكهنة والقديسين ولهذا يعتبرون أن قيام الدولة قبل مجيء المسيح ضلال مبين وإثم عظيم وقد طلبت الطائفة رسميا من الرئيس الأمريكي نيكسون بحث طلبها بعودة مدينة القدس إلى العرب كما أن فكرة تحول اليهود إلى المسيحية كأمر لازم لعودة اليهود إلى أرض فلسطين لن تعد ضرورية ففي عام 1800 نشر جيمس بيشنو كتابه عودة اليهود أزمة جميع الأمم حيث اعتبر فيه عودة اليهود إلى فلسطين قضية دولية بالإضافة إلى أنه لم يربط عودتهم بتحولهم إلى المسيحية كما كان سائدا قبل ذلك حمل القرن التاسع عشر تطورا بارزا في طبيعة حركة العودة حيث ظهرت جماعات بروتستنتية تعتبر عودة اليهود إلى أرض فلسطين ركنا أساسيا في عقيدتها ففي هذا القرن شهدت إنجلترا نهضة دينية جديدة مشابهة في مبادئها ومعتقداتها لتلك التي كانت سائدة في عهد الثورة البوريتانية وكان من أبرز ممثلي هذه الفترة اللورد شافتس بري الذي كان مؤمنا بضرورة قيام دولة يهودية في فلسطين تحقيقا للنبوآت التوراتية حيث عبر عن ذلك بقوله إن التطلع إلى المجيء الثاني للمسيح والإيمان بأنه سيحدث قد شكل المبدأ المحرك والقوة الدافعة في حياتي نظرا لأني نظرت إلى كل ما يحدث في العالم باعتباره خاضعا لذلك الحدث العظيم لهذا فقد نشر شافتس بري في عام 1839 مقالا في إحدى الصحف لخص فيه فكرته عن العودة اليهودية التي تقوم على أساس تدخل البشر لتحقيق نبوآت العهد القديم المتعلقة بعودة اليهود إلى فلسطين كما تقدم اللورد شافتس بري بمشروع إلى وزارة الخارجية البريطانية لاستيطان اليهود في فلسطين على أن يخضع للحكم القائم في البلاد وطالب بضمانات من الدول الأربع الكبرى وبالرغم من أن مشروع شافتس بري لم ينجح إلا أن صاحبه لم يعرف اليأس وانتظر مناسبة أخرى فلما كانت حرب القرم بين العثمانيين والروس على وشك الوقوع سنة 1854 سجل في مذكراته أن المنطقة في غليان وأنها مقبلة على تغيرات وأن عددا كبيرا من المناطق سيصبح بلا حكام ولما تساءل عن القوة التي يمكن إعطاؤها فلسطين رد على تساؤله بنفسه في مذكراته هل هناك بلد بلا شعب؟ والرب يوجهنا الآن بحكمته ورحمته نحو شعب بلا وطن وقد تبنى الصهاينة فيما بعد هذه الجملة وأصبحت من أول الشعارات الصهيونية أرض بلا شعب لشعب بلا أرض فقد كان شفت سبري يعتقد أن فلسطين بلدا مهجورا من السكان وكان كغيره من المتدينين البروتستانت الذين نظروا إلى فلسطين من زاوية أنها أرض وعهد التورات وما رأوا فيها شيئا غير ذلك حيث أنهم أرادوا بعث الماضي حيا أمام أعينهم وهذا ما دعاهم إلى إغماض عيونهم عن كل ما لا يريدون رؤيته ومن أهم الأعمال التي قام بها شفت سبري هو تأسيسه صندوق استكشاف فلسطين في عام 1865 حيث قال في الخطاب الافتتاحي بمناسبة تعينه رئيسا للصندوق دعونا لا نتأخر في إرسال أفضل العلماء لتنقيب طول فلسطين وعرضها ولمسح الأرض وتغطية كل زاوية فيها ولتجفيفها وقياسها من أجل عودة مالكيها القدماء واعتقاد شفت سبري وغيره عن أرض فلسطين بأنها أرض خالية يخالف الواقع الذي يحاول الصهاينة طمسه لأغراض دعائية فهذا السيرومونتفيور وهو من المؤمنين بضرورة إعادة اليهود إلى أرض فلسطين يقول إنه رأم الساحات من أشجار الزيتون عمرها يزيد عن خمسون سنة وكروم ومراع شاسعة وآبار كثيرة وكذلك التين والبندق والليمون وحقولا غنية بالقمح والشعير والعدس ولكن شفت سبري وغيره أرادوا من خلال زعمهم السابق إقناع الحكومة والشعب الإندليزي بوجوب الإسراع بتوطين اليهود في فلسطين والإعداد لذلك عن طريق إنشاء مزيد من الجمعيات والمنظمات التي تقوم بإجراء الأبحاث والدراسات حول فلسطين وفعلا شهد القرن التاسع عشر الميلادي زيادة كبيرة في عدد الجمعيات والمنظمات التي تدعي أنها تهدف إلى استكشاف فلسطين وتطويرها وكأن هذه الأرض خالية من السكان ولهذا فقد تعرضت فلسطين منذ أواخر القرن الخامس عشر لرحلات متعددة قام بها رحالة وعلماء أجانب إلا أن فلسطين قد لاقت من دون سائر بلاد الشرق اهتماما خاصا لكونها أرض التوراة ومهد المسيح فتوجهت إليها أنظار اللهوتيين والعلماء لدراسة أرضها وتربتها ومناخها وآثارها وللتنقيب عن أي أثر أو دليل يعود إلى العهد التوراة حيث كانت الدوافع الدينية وحدها البارزة وراء البعثات الاستكشافية ومن أبرز الأمثلة الأمريكي إدوارد روبينسون الذي اتدأ يعمل مع تلميذه إيلي سينيث في منطقة القدس منذ سنة 1838 وقد اعترف منافسه السويسري تيتاستوبلر بأن أعمال روبينسون في جغرافية فلسطين تتجاوز في أهميتها أعمال السادقين جميعا أما الكابتن ويلسون وقد كان من المتطوعين الأوائل منذ سنة 1866 لعمليات المسح في القدس وضواحيها فقد كان يعلن أمام الجميع العطف الكبير الذي كان يحمله دوما لاستيطان اليهود في فلسطين كذلك كان يعلن زميله كيتشنر صراحة أن عمله في فلسطين ليس كباحث آثار فقط وإنما كرجل سياسي أيضا لذلك فهو يتفحص الأرض تمهيدا للاستيطان اليهودي وللمستقبل المشرق الذي يبدو أن فجره سوف يطل على هذه الأرض ولكن يبقى الاسم الأول الدارز بين هؤلاء اسم الكابتن كولود كوندر ويعود ذلك إلى حماسته الصهيونية التي لا حد لها وإلى العمل الذي قام به برسم خريطة مفصلة تشمل فلسطين كلها أما فلسطين الشرقية الأردن حاليا فقد كانت هي الأخرى هدفا للاستيطان اليهودي وكانت مهمة كوندر الأساسية أن يضع على الخريطة الأماكن التوراتية وأن يرسم الحدود لقبائل بني إسرائيل الاثمي عشر وقد أتاح هذا العمل الفرصة لكوندر كي يتعرف على فلسطين أكثر من غيره وقد نشر العديد من الكتب والمقالات عن تاريخ فلسطين وحاضرها ومستقبلها فكان أكثر كاتبا بريطاني صهيوني إنتاجا وهو الذي وصفه المؤرخ اليهودي سوكولوف بأنه أفضل عالم وخبير بفلسطين في عصره وحين أعلن هيرتسل قيام الصهيونية رسميا في دازل كان كوندر من أوائل الذين اعتنقوها كما أنه وافق فورا على خطة لورانس باستيطان اليهود أرض جلعاد وقدم له خبرته في شؤون الأرض والناس وهكذا مهدت أعمال بعثة صندوق استكشاف فلسطين الذي أنشأه شفتس بري بالإضافة إلى شهادات الرحالة والعلماء وكتاباتهم ضربا واضح المعالم للصهيونية السياسية كما ساهمت في زرع فكرة فلسطين الكبرى التي أصبحت إسرائيل الكبرى وبالرغم من أن شفتس بري كان من أبرز المهتمين بعودة اليهود إلى أرض فلسطين في القرن التاسع عشر إلا أن هناك كثيرا من ذوي المكانة والنفوذ عملوا جدين لتحقيق هذا الهدف فقد كان هناك نبلاء بريطانيون وعلى رأسهم دوك كنت وكثير من أعضاء مجلس اللوردات بالإضافة إلى أدباء وشعراء عبروا عن عطفهم وإعجابهم بالشعب اليهودي ودعوه للعودة إلى أرضه في فلسطين ولم يكن شفتس بري بحماسته اللامحدودة وحده بل كان واحدا من مجموعة من كبار الإنكليز الذين صرفوا جل اهتمامهم وعملهم في العقدين الخامس والسادس من القرن التاسع عشر الميلادي من أجل إعادة اليهود إلى فلسطين ومن هؤلاء البارزين الكولونيلة شارلز هناريت شرشل الذي كان قنصلا سابقا لبريطانيا في دمشق فقد كان من كبار المتحمسين للدولة اليهودية ومن المؤمنين بأن مهمة بريطانيا التاريخية أن تقود اليهود المعذدين في عودتهم إلى وطنهم الأصلي فقد بعث الكولونيلة شرشل برسالة إلى السير موسى مونتفيوري أحد أقطاب اليهود الأثرياء يناشده فيها أن يأخذ اليهود قضيتهم على عاتقهم وقد فاقت حماسة تيشيرشل الإنكليزية عشرات المرات حماسة اليهود الذين كان يخاطبهم فقد كانت أقصى ردة لامونتفيوري على حماسة تيشيرشل أنه اكتفى ذات مرة بإعطائه مبلغا من المالكي يوزعه على فقراء اليهود لدى عودته إلى الشرق أما ردة فعل مجلس ممثل اليهود في لندن على رسالة مماثلة فقد كانت في منتهى البرودة والحذر وتذرع المجلس بضرورة استشارة اليهود في كل أوروبا أما الكولونيل جورد جولير الحاكم البروتستانتي السابق في جنوب أستراليا فقد كان يعتبر أيضا من أبرز المنادين بعودة اليهود إلى فلسطين بمساعدة بريطانيا فمنذ عودته من أستراليا إلى بلده كرس نشاطه للمسألة اليهودية وقد تفوق على رفاقه لكونه خديرا بالإدارة وخديرا بالاستعمار ووسائله حيث قال في تقديمه لمشروعه الصهيوني إنني بفضل العناية الإلهية تمكنت من تأسيس أروع مستعمرة ظهرت حتى الآن في العالم كله ولذلك فإنني أطمح إلى أن أصبح مستشارا في شأن تأسيس أهم مستعمرة يمكن للعالم أن يشهدها أول مستعمرة يهودية في فلسطين بالإضافة إلى هذا الاهتمام بالبعث اليهودي من قبل رجال الدين والأدباء والذي كان مبنيا على أسس دينية برز اهتمام آخر في القرن التاسع عشر الميلادي استبغ بالصبغة السياسية حيث أصبح الوجود اليهودي في فلسطين له أهمية سياسية بالنسبة لإنجلترا لكي تستطيع حماية مستعمراتها فيما وراء البحار وأصبحت السلطتان الدينية والدنيوية تتاجران بضرورة عودة اليهود إلى فلسطين وهكذا تم خلال هذا القرن ربط الأفكار الدينية مع المتطلبات السياسية للإمبراطورية البريطانية ومنذ ذلك الحين بدأ ما وصفه ديفيد بولوكا بالاتحاد العجيب بين السياسة الإمبراطورية والصهيونية المسيحية الأبوية التي تتجلى في السياسة البريطانية فيما بعد فقد كانت سياسة بريطانيا تجاه فلسطين في هذا الوقت تغذيها عدة عوامل أهمها محاولتها الحفاظ على ميزان القوى في أوروبا وتأمين تجارتها مع الهند المهددة من فرنسا وروسيا كما أن بريطانيا كانت مهتمة بالشرق الأوسط وبخاصة فلسطين لأهميتها الاستراتيجية للإمبراطورية البريطانية ولذلك سعت لكي توجد لها موطئ قدم في هذه المنطقة الاستراتيجية فكانت بحاجة إلى من تحميه في هذه المنطقة ليرعى مصالحها ويكون ذريعة لتدخلها في المنطقة عندما تجد أن هذه المصالح في خطر فقد كانت فرنسا تتمتع بنفوذ في المنطقة باعتبارها حامية المسيحيين الكاثوليك وكانت روسيا قد حصلت على حق حماية مصالح الرعاية الأرثوذكس لهذا سعت بريطانيا للتحالف مع الدولة العثمانية ودعمها لكبح جماح الأطماع التوسعية الروسية والفرنسية وطموحات محمد علي في بلاد الشام وقد كانت بريطانيا تعتقد أن توطين اليهود في فلسطين هو الذي يمكن أن يحقق هذا الهدف عندما تولى اللورد بلمستون وزارة الخارجية في عام 1830 كان أهم مصير سياسي لمشروع اللورد شفتسبر الخاص بإعادة اليهود إلى فلسطين هذا بالرغم من أنه لم يكن بروتستانتيا مؤمنا ولم يكن من الرجال الذين تؤثر فيهم الأفكار الدينية إلا أنه كان سياسيا محنكا حيث أدرك ما فعلته الأفكار البروتستانتية المتعلقة بعودة اليهود إلى أرض فلسطين من آثار في الرأي العام البروتستانتي ولذلك كانت خطوته الأولى افتتاح قنصلية بريطانية في القدس في عام 1838 بناء على إلحاح اللورد شفتسبر وقد كانت تعليمات بلمست للقنصل الجديد تنص على أن من بين مهمه حماية كل اليهود المقيمين في فلسطين وقد قام اللورد شفتسبر بوداع القنصل الجديد عن أمله بأن يأتي اليوم الذي ستحفر فيه فلسطين وتنقب ويوم ذاك تبرهن الأرض المقدس على مصداقية التوراة وسحتها لقد كان بلمست يرى أن استيطان اليهود في فلسطين سيحقق للمصالح البريطانية مكسبين الأول إرضاء الرأي العام البروتستنتي المتدين الذي يتشوق إلى إعادة اليهود إلى فلسطين مما سيساهم في إيجاد مجموعة موالية لبريطانيا في منطقة ليس لها فيها من يوليها الثاني أن استيطان اليهود في فلسطين وتدفق أموالهم إليها سيدعم تركيا المنهارة التي سعى بلمستون إلى تجديد شبابها لكي تستطيع الوقوف في وجه الأطماع الروسية والفرنسية من جهة ومحاولات محمد على الاستيلاء على بلاد الشام من جهة أخرى لهذا فقد حاول بلمستون استغلال النفوذ البريطاني لدى الباب العالي على أثر التدخل الإنجليزي الناجح ضد حملة إبراهيم باشا في بلاد الشام هذا التدخل الذي أدى إلى فشل هذه الحملة أراد بلمستون استغلال هذا النفوذ لكي يحث السلطان على القيام بعمل ملموس لتوطين اليهود في فلسطين ففي عام 1840 وجه بلمستون رسالة إلى السفير الإنجليزي في القسطنطينية قال فيها لا تتوانى عن متابعة نصحي للباب العالي بدعوة اليهود للعودة إلى فلسطين إنك لا تدري مدى ما سيثيره مثل هذا الإجراء من اهتمام المتدينين في هذا البلد بقضية السلطان إن نفوذهم كبير واتصالاتهم واسعة فضلا عن ذلك فإن هذا الإجراء في حد ذاته سيكون ذا فائدة كبيرة للسلطان إذ سيجلب إلى ملكه عددا كبيرا من الأفرياء الذين سيوظفون الناس ويثرون الإمبراطورية وهكذا نرى أن بلمستون كان مدفوعا لتوطين اليهود في فلسطين بدافع سياسي وديني ولإرضاء الرأي العام المتدين صاحب النفوذ فبلنستون لم يكن بوسعه أن يهمل ضغوط الرأي العام البروتستنتي الذي يؤيد إقامة دولة يهودية في فلسطين ففي عام 1839 تلقب المستون مذكرة من هنا رئاس سكرتير البحرية البريطانية رفعها نيابة عن الكثيرين ممن ينتظرون تحرير إسرائيل وكانت المذكرة موجهة إلى كل دول شمال أوروبا وأمريكا البروتستنتية وتطالب الحكام الأوروبيين بأن يقتدوا بقورش وينفذوا إرادة الرب عن طريق السماح لليهود بالعودة إلى فلسطين وقد قام بلمستون برفع المذكرة إلى الملكة فكتوريا التي كانت معروفة بورعها ولم يكن بلمستون الوحيد في وزارة الخارجية المؤمنة بأهمية توطين اليهود في فلسطين من الناحيتين السياسية والدينية بل إن هناك الكثيرين غيره كانوا يوافقون وجهة النظر هذه أمثال إدوارد ماتفورد ولورانسا وليوفرنت وغيرهما كان القص هشلر الذي كان يعمل ملحقا في السفارة البريطانية في فيينا من أكثر المتحمسين لفكرة إعادة اليهود إلى فلسطين في نهاية القرن التاسع عشر فقد قام في عام 1882 بعقد مؤتمر مسيحي في لندن دعا إليه كبار المسيحيين للنظر في توطين اليهود المهاجرين من رومانيا وروسيا في فلسطين وقد زار هشلر فلسطين أكثر من مرة وألف في عام 1894 كتابا بعنوان إعادة اليهود إلى فلسطين حسب نبوآت الأنبياء حيث توصل فيه إلى أن اليهود سيعادون إلى فلسطين في عام 1897 كما أن القصة هشلر نشر مقالا في العدد الأول من صحيفة ديفيت اليهودية اختتمه بقوله أفيقوا يا أبناء إبراهيم فالرب يدعوكم إلى الرجوع إلى وطنكم القديم وأثناء عمل هشلر في السفارة البريطانية في فيينا قدم له أحد أصدقائه كتاب الدولة اليهودية لهرتزل فلم يكد هشلر يفرغ من قراءة الكتاب حتى هرع إلى سفير بلاده قائلا إن الحركة التي قدرها الرب قد جاءت وبعد قراءته الكتاب طلب عقد لقاء مع هرتزل حيث استطاع هرتزل بفضل هذا اللقاء مقابلة قيصر ألمانيا والذي كان يؤمل منه أن يستغل نفوذه لدى الباب العالي ليقنعه بتوطين اليهود في فلسطين ولكن هذا المسعى لم ينجح بسبب رفض السلطان عبد الحميد لذلك ترجمة نانسي قنقر